السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا سنة تانية عامنين ايه النهاردة ان شاء الله باذن الله هناخد مع بعض درس جديد درس اقراءة بعنوان كبرياء طفل كبرياء طفل يعني معنى كلمة كبرياء يا سنة تانية كبرياء اعزت نفس معنى كلمة كبرياء اعزت نفس لكن في فرق بين الكبرياء والتكبر التكبر يعني التعالي عن الناس لكن كبرياء يعني عزة النفس ده الدرس بتاعنا النهاردة او الانوان بتاع درسنا النهاردة اللي هو كبرياء الطفل والمقصود بالطفل معي طبعا اللي هو مصطفى كامل هنعرف مع بعض ان مصطفى كامل دوت طفل كان عمره او لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره لكن مع ذلك تميز بعزة النفس بالكبرياء وهنعرف مع بعض هو ازاي تصرف او ايه تصرفه اللي بيدل على هذه الصفة لصفة الكبرياء او عزة النفس هنعرف مع بعض ان المدرسة اقامت حفل ضخم عشان طبعا لتكريم الطلب المتفوقين وكان من منهم مصطفى كامل وكان من نظام الحفلة يا سنة تانية انه ما يتقدم الطلاب للمثول او للوقوف امام الخديوي لان المدرسة اما اقامت هذا الحفل الضخم دعت الي الخديوي توفيق وكبير رجال حاشيته ورهته من علية القوم يعني جماعة انا كلمة رهتي يعني جماعة من علية القوم وعليا مفردها علي خلاص طبعا اما الخديوي حضر هذا الحفل الضخم الكبير كان من نظام الحفل ان الطلبة او التلاميذ لقنوا بعض العبارات او حفزوا بعض العبارات اللي هيقولوها امام الخديوي وكان منها ان قبل ما الطالب يذكر اسمه لازم يكون مصبوك اسمه بذكر كلمة عبدك يعني يقولو ما يسأله على اسمه ايه يقولو عبدك كذا ابن عبدك كذا خلاص لكن هنشوف مصطفى كامل هل امتثل لهذه الاوامر ونفذها ولا لا او ايه الاختلاف الاختلاف عن الطلبة فيه هنشوف مع بعض كده الاسئلة والاجابات بس قبل الاسئلة هنشوف معاني الكلمات والجماعة والقضاد مع بعض كده وعايزين نعرف ان جماعة حاشية حواشي لكن اخطيت فيه الف لا ماقول الحواشي زي ما احنا شايفين كده وان رهت يعني جماعة وجماعها ارهط وارهط والمثول يعني الوقوف هنشوف مع بعض كده ادي المعاني والمضاد والجموع نسترسل مع بعض كده الاسئلة مطر حصل مصطفى كامل على الشهادة الابتدائية حصل مصطفى كامل على الشهادة الابتدائية طبعا 1887 اول ما يجي يقول لي ما الشهادة حصل عليها لمصطفى كامل يقول لي ابتدائية في اي عام 1887 ماذا اقامت الحفل طبعا اقامت المدرسة حفلا فخما لتبزيع الشهادات على الناجحين من دعية له الحفل او من حضر احتفال المدرسة طبعا قلنا الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء وراهطا من علية القوم وقلنا رهط يعني جماعة وعلية المفرد بتاعها علي النظام بتاع الحفل اتفقنا ان يتقدم الطلبة الناجحون للمثول بين يدي الخديوي واعد الطلبة لهذا الغرض ولقنه العبارات المناسبة ما يجي يقول لي كيف اعد الطلبة لهذا الغرض اقول له قنه او حفزه عبارات مناسبة وهي في حالة ذكر اسم الطالب او اسم والده يكون مسبوكا بكلمة عبدة طبعا التلاميذ نفذ التعليمات الا مصطفى كامل ايه الاختلاف الاختلف مصطفى كامل عن باقي التلاميذ اقول التعليمات انه في حالة ذكر اسم الطالب او اسم والده يكون مسبوكا بكلمة عبدة طبعا التلاميذ نفذوا هذه التعليمات بدقة إلا مصطفى كامل لأنه كان طفل أو شخص يتميز بيء الكبرياء مصطفى كامل لما سأل الخديوة عن اسمه أجابة باعتداد وأنفة كيف أجابة مصطفى كامل هقول أجابة باعتداد وأنفة اعتداد يعني اهتمام وأنفة يعني عزة نفس أجابة باعتداد وأنفة مصطفى كامل غير مزبوك بكلمة عبدك وعن اسم والده أجاب المرحومة علي أفندي محمد بكل ثقة بكل اعتزاز بكل كبرياء أجابة على الخديوي لما الخديوي سمع طبعا والده عقب الخديوي على صبت معرفته بإخلاص والده وكفاءة يعني والده كان معروف بالإخلاص والكفاءة طيب ما أثر رد مصطفى كامل على الضابط طبعا الضابط من خلف التلميذ مصطفى كامل يكاد ينفجر من الغيز والغضب عمال يهمس له أذكر كلمة عبدك أذكر كلمة عبدك لكن طبعا مصطفى كامل كان موقفه وتجاهله لم يهتم به أصلا الضابط أعتقد أن الطالب مصطفى كامل قد ناسي أن يذكر كلمة عبدك من خوف ورهبة المقام بعد ما انفض الحفل وانتهى الحفل استدعي أو طلب مصطفى كامل لمناقشته في أسباب عدم طاعتي وتنفيذ ما كلف به انت ليه ما نفستش الأوامل يا مصطفى ليه ما ذكرتش اسم عبدك قبل ذكر اسمك نشوف بقى مصطفى كامل أجابة على السؤال ده بإيه بيبقى أجابة مصطفى كامل على الضابط ومدرس المدرسة طب أجابة بكل الشجاعة وجرأة كيف تطلب مني أن أذكر أمام الخديوي كلمة عبدك وما كنت أنا عبد ولا كان أبي كذلك طب ولو كنت غير الحق وكنت كذابا ومحتالا وحاشة ليه أن أكون كذلك إزاي عايزني أقول عبدك وأنا أصلا لست عبد ولا كان أبي عبد طب لو قلت كده هيبقى أنا كذاب ومحتال ومخادع وحاشة ليه حاشة ليه دي كلمة بتعني الرفض يعني أقول استحالة أن أنا أكون محتال ومخادع عشان كده أنا لم أذكر كلمة عبد طبعا الضابط أول ما سمع كلام ده من الطفل الصغير ده الذي لم يتجاوز أو لم يتعد عمره الثلاثة عشر طبعا اضطرب واحتز ولم يستطع أن يغالب ويقاوم دهشته إزاي الطفل لم يتعد عمره لم يتجاوز عمره الثلاثة عشر أن ينطق بهذه الكلمات ولا يستطيع أن يتفوه أو ينطق بها الكثيرون ممن هم أكبر سنا ومقاما طيب الموقف ده مصطفى كامل ده بيدل على إيه؟ طبعا بيدل على الكرامة عزة النفس الرفعة الأنفة فحق له بعد ذلك أن يصبح زعيم الأمة طبعا اللي هو بعد كده لما نضج وبقى وكبر وشاب عن الطوق أصبح زعيم الأمة اللي هو مصطفى كامل طبعا لأن أصلا من صغره كان بيتميز به الكبرياء وعزة النفس والكرامة وطبعا أتعلم من كده أن الإنسان لازم يكون عنده عزة نفس وكبرياء ليس تكبر يا سنتانيا لأن التكبر أن أنا أتعلن عن الناس ودي صفة سيئة لا يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم لكن الكبرياء وعزة النفس والكرامة دي من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم وبكده أكون خلصت الدرس وعرفت أن مصطفى كامل بيتميز بالشجاعة والجرأة وعزة النفس والكرامة والأنفة والاعتداد لكن الكبرياء لكن التكبر طبعا زي ما اتفقنا صفة مسمومة يجب أن يتجنبها الإنسان ولا يتحلى بها أنا صفة سيئة وبكده نكون خلصنا الدرس والمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته